أخت أم سالم من رأس الخيمة تسأل عن حكم إبرة الفيتامين بالعضل للصائم أختي أم سالم بالنسبة لإبر الفيتامينات هذه في العضل تختلف طبعاً الإبر عموماً على قسمين إبر هي من جنس المضادات الحيوية وإبر هي من جنس المغذيات فإذا كانت من جنس المضادات الحيوية فهذه لا تؤثر على الصوم ولله الحمد والمن أما إذا كانت من جنس المغذيات بحيث أنها تنعش البدن وتمنح الإنسان يعني ما يعوضه عن الطعام والشراب فهذه مفطرة تنتبهون بارك الله فيكم